وراح آني مراحة خليش تروحي وفلك شو هاي لا بوتوكس لا شيء لا خلار شجاه الناس شجاه الناس دوريد عبدالوهاب متخصص بجمع الملفات والإرشيف والوثائق العراقية المرئية والورقية والصوتية لكن التخصص الأهم هي المادة المرئية المادة المرئية اللي تخص أي مادة فيديو ابتداء من أول تأسيس لتلفزيون العراق سنة الخبسين انتهاء إلى مرحلة الاحتلال الأمريكي 2003 المادة الفيديوية هي وثيقة مهمة لنا حاليا وللأجيال اللي جاية ولأمد التاريخ الحفاظ عليها جزء مهم من محبتك لأرضك محبتك لبلدك عملية التوثيق والأرشفة هي عملية مسهلة بصراحة يعني ما أي واحد يقدر يمتهن هذا الموضوع لأن يحتاج لبحث يحتاج لجهود يحتاج لوقت أربعة في ستة ستة وعشرين ستة وعشرين أنت شنون ستة وعشرين؟ أنا شخصيا بديت عملية التسييف وعملية الأرشفة تقريبا في منتصف الثمانينات أو في نهاية الثمانينات أنا بديت أعمل ريكورد لأي مادة تظهر في تلفزيون العراق وتلفزيون الشباب فبدأت عملية استرجاع بعض الأشياء بالألفين وسبعة، الفين وثماني، الفين وتسعة بدأ المشروع مالتي، بدأ يصير شغف، بدأ يصير هوس، بدأ المشروع يكبر بدون ما أدري يعني فعملية البحث لازم تصير عملية مركزة وعملية حقيقية ولازم ترعاها مؤسسات أو شركات هذا توزيع عبد الكريم قاسم قطاع الأراضي لمدينة الصدر